عايز برضه أبشركم بخبر جيد فريق السيدات إن شاء الله يشارك في بطولة أفريقيا فريق السيدات للكرة الطائرة للكرة اليد هيشارك في بطولة أفريقيا وهيتم دعمه هيتم دعمه بالعيبة وهيتم دعمه بكل شيء عشان يحقق النتيجة في بطولة أفريقيا النهاردة النادي الآن بيقف مع فريق السيدات وإحنا عايزين كده زي ما بقى المنتخب السيدات شغال النادي الآن يشغال أكيد الفرع ده هنشهد فيه تقدم كبير الفترة اللي جاية ان شاء الله هنروح لكرة السلة سيدات ان شاء الله عندنا مباراة في دوري السوبر مع نادي الطيران دي في الجولة الثامنة والنادي الاهلي فاز بهذه المباراة المباراة دي كانت مباراة على صالة الطيران وانتهت بفوص خمسة وتمين واربعين دي في الجولة التامنة اول مباراة في الدور التاني ترتيبي الدور التاني بمعنى هما تم انفرة تم انفرة بالعب ورايح جاي فانت عندك في الجولة الواحدة سبع مطشاط في الجولة الوحدة عندك سبع مباريات خلصتهم انت الجولة الاولى نهاية بسبورتين دخلت على الجولة التامنة اللي هي اول مباراة في الجولة التانية او العودة كان مع الطيران والكابتن طاري خير الحقيقة مبارح الشارك كل اللاعبات كل شارك حتى اللي كان بياخد وقت ولايه لابد كده ادى الوقت بزيادة طبعا بفكر حضراتكم الفريق الله اكبر متصدر ترتيب الدوري برسيد 16 نقطة من فوز في 8 مباريات زي ما قلت لحضراتكم اقرب منافع سنينة سبورتين 15 نقطة وده طبيعي فرق نقطة واحدة اللي هو فرق الفوز الوحيد اللي لدي الالي فاز عليه في الترتيب العام او المباراة في جولة من الجولة السبعة لدي الالي فاز على سبورتين فبالتالي سابق بفرق نقطة واحدة ان شاء الله